تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعلى المذنبين والمقصرين أن يتوبوا إلى الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فأهل الذنوب لا يقنطوا من رحمة الله يتوبون إلى الله لا سيما في هذا الشهر توبون إلى الله توبة صادقة توبة مستمرة ليست توبة مؤقتة بهذا الشهر فقط وإنما يتوبة مستمرة إلى الممات فكذا شان المسلم فهو شهر منطلق إلى الخير منطلق للمسلمين إلى الخير جعله الله زيادة في حسناتهم وأودع فيه من الخيرات الشيء الكثير لمن استغل هذه الخيرات في هذا الشهر والله جل وعلا يعين من استعانى به ويوفق من نوى الخير وهذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيها أبواب الجنان للعمل الصالح والمسابقة في الخيرات وتغلق فيها أبواب النيران عن أهل الخير ليتوبوا إلى الله لأن أبواب النار تفتح للعصات والمعاصي وأبواب الجنان تفتح للطاعات والمطيعين فعلى المسلم أن يحمد الله أن بلغه شهر رمضان ويسأله أن يتمه عليه وأن يقبله منه ليكون ذخيرة في صحائف أعماله يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فهو شهر أطل على المسلمين بأنواره وخيراته وبركاته لأجل أن يتفرغوا للطاعة والعبادة وفعل الطاعات والتوبة من السيئات يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات بإفطار الصائمين بالصدقات بالبر والإحسان تلاوة القرآن لأن هذا الشهر أنزل فيه القرآن فإنزال القرآن فيه يجعل فيه مزية لتلاوة القرآن والإكثار منها في هذا الشهر نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر